أهلاً ومرحباً بكم معكم خالد بوزان في درس جديد اليوم سنأخذ درس في قسم المفردات نتابع بقسم المفردات وصلنا فترة وقفين فيه وجدتني كثير من الطلبات أن أستاذ خالد عمتدك تابع بقسم المفردات فقررت أعطيكم درس في قسم المفردات درس كمان مهم كثير اللي هو طبعاً تعرفوا أنا بمشي معكم بشكل على شكل system فنحن نأخذ اليوم المفردات المتعلقة بال درس الفاميلين مّاكليدة أي الدرس 12 الـFamelli nedc газ وهي أفراد العائلة outputs nations مِاكليدة يعني أعضاء أو أفراد وفا ميلاً مme Clada يعني أفراد العائلة أو أعضاء الحائلة سن recurring�비 الطلب وهذا Zion سنرى باللغة الألمانية ترى شكل لنا تسمية لأفراد العائلة ويeln هذه líRaddر مع اللغة العربية وليس توجي تطابق كامل 100% ما وعدم بلغة اختلافات التطابق بنسبة كبيرة أكثر من 90% نرى باللغة الألمانية نرى ما لدينا تسميات لأفراد العائلة ونقرنا مع اللغة العربية لا يوجد تطابق كامل 100% في بعض الاختلافات نرى لكن التطابق بالنسبة كبيرة يعني أكثر من 90% نرى إذن درسنا هو افراد العائلة لدينا مفردة مهمة كثير أول شيء مفردة بشكل عام دامنش دامنش يعني الإنسان هاي الأس اللي حيثت لكم ياها يعني مقصود فيها سينجولار يعني مفرد ال-PL هو اختصار لبلوغال اللي هو الجمع إذن سينجولار مفرد وبلوغال جمع هلا المنش في اللغة الألمانية دامنش اسم مذكر الإنسان دي منشن الجمع البشر أو الناس دامنش و دي منشن هاي بشكل عام هلا عنا كمان مفردة تانية مهمة دس لبوزن يعني الكائن الحي هاي المفرد دي لبوزن الكائنات الحية طبعا نحن بنعرف تعرفوا انتم بدرس الجمع قلتلكون في 8 حالات رئيسية للجمع كيف بنجمع الكلمات هون بإضافة a-n هون بدون إضافة أي شيء يعني المفرد نفس الجمع طبعا كيف منميزون عن بعضهم؟ طبعا بتعرفوا حسب الجملة موقع في الجملة أو الحالة العربية دس لبوزن الكائن الحي دي لبوزن الكائنات الحية هاي مفردتين بشكل عام هلا ندخل بشكل عملي لموضوع درسنا اليوم عنا المفردة الأولى دي فاتا الأب دي فاتا الأب دي فاتا الأب الجمع هون السنجولار هون البلورال إذن دي فاتا هون الجمع تم بإضافة نقطين أملوت للحرف الصوتي إذن فاتا دي فاتا دي فاتا الأب بسمه أذكر الجمع دائما دي منعرفه دي فاتا الأب إذن دي فاتا دي فاتا ننتقل هلا للأم دي متا دي متا دي متا دي متا الأم الأمهات مفرد جمع شوفها روا عن بعضهم كمان للأم لو تنقطين على الأو في هالحالي أداة التعريف طبعا للأم كمان اسموا الناس دي وتجمع دائما دي دي متا الأم بقصود فيها المفرد السنجولار و دي متا البلوغال الجمع الأمهات إذن صار عندنا أهم مفردين دي فاتا دي فاتا و دي متا و دي متا ننتقل للمفرد البعض هدول مع بعضهم شو اسمهم دي ألتا يعني الوالدان دي ألتا اسم جمع دي ألتا طبعا هي بحد ذاتها بلوغال طبعا هي شو بلوغال يعني هي بحد ذات الكلمة جمع دي ألتا يعني الأهل يعني الأم و الأب معصود فيهم مع بعضهم يعني الأب زائد الأم اسمهم دي ألتا دي ألتا هي الأب زائد لهم يعني دي فاتا و دي متا هايسن أو دي ألتا اسمهم الأهل أو الوالدان هدول أهم المفردات طبعا بعضاء العائلة أو أفراد العائلة ننتقل للمفردات البعضة نروح جيل لفوق وبعدين بعد شوي رح نمشي جيل لتحت دي جروس فاتا الجد دي جروس فاتا الأجداد جروس فاتا يعني الأب الكبير بالمقصود فيه الجد سواء الجد أبو الأم أو أبو الأب ما في تمييز باللغة الألمانية بين هدول الاتنين منقول دي جروس فاتا يعني أجد جمع الأجداد دي جروس فاتا الأجداد كل شخص بون عندو جدين طبعا دي جروس فاتا الأجداد إذن كلمة هون مركبة الجزء الثاني فاتا الفاتا مذكر فدا و كلمة جروس فاتا الجد سنجولار مفرد دي جروس فاتا الجمع فاتا هي فاتا فهون كمان بيصير الجمع هيك دا التعريفة دي دايما الجمع هون صار عنا البلوع الأجداد دي جروس فاتا دي جروس فاتا هاي الكلمة الفصحة الفصحة للأب للجد في عنا مفردة تانية كمان مستعملة ولكن هي ميفصحة مثل هاي بس كمان هي شائعة الاستعمال و خاصة في اللغة العامية الومغانج شباخة دي اومغانج شباخة منقول دا أوبا يعني أجد دا أوبا الولد لما بيصيح لجده الطفل ما بيقول له بيقول له بيقول له بيقول له هاي اللغة المحكية اليومية مستعملة دي أوبا الجد المفرد دي أوباس الأجداد البلوغال الجمع إذن هاد الفرق بين الاثنين لازم تميزوا بيناتهم لما بكتب أنا هلا مثلا نص علمي أو رواية أو مقال بستعمل غالبا والجروس فاتا والجروس فاتا لما بكتب مثلا خي نقول مقالة تاريخية بقول مثلا انظر جروس فاتا يعني أجدادنا شو بقول بقول جروس فاتا ما بقول انظروا أوباس فميزوا كتير بين الاستعمال هاتين هاي الدقائق اللي لازم تتعلموا وتحفظوها أما في الحياة اليومية الطفل بيقول أنا اليوم شفت جدي إيش حب مين أوبا جزين ما بقول إيش حب مين جروس فاتا جزين أنا اليوم شفت جدي يعني إذن دا أوبا دي أوبا نتابع هلا الجدّة دي جروس متا و دي جروس متا دي جروس متا يعني الام الكبيرة شو هون يقولنا جروس فاتا الأب الكبير اللي هو الجد هون كمان الام الكبيرة يعني الجروس متا شو باللغة الإنجليزية كمان نقول grand mother grand father كمان باللغة الألمانية هيك دي جروس متا يعني الجدّة سواء جدّة أم الأم أو أم الأب أم الأم 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 الأ ومثال جدّة ومثال جدّات هذه السنجلر ومثال في اللعه الألماني أما أوبا نانا وجدّة ومثال جدّة جدّة هذا الفرق في الاستعمال أما كمفردتين هنا نفس الشي هنا نستخدمها في اللغة العامية ونستخدمها في اللغة الفصحة أكثر هلّا لدينا هالمفردتين نرى كثير مهمات The gross Eltern يعني الأجداد المعصود في هنا النانا والجدّة عندما يجمعون الأهل والأم والأب التي تشمل الأب والأم دافعتها وديموتها هناك The gross Eltern يعني المعصود فيها الأجداد يعني الجدّ والنانا عندما نجمع المذكّر والمؤنّس كمان هي بحد ذات الكلمة جمع بلوغل The gross Eltern ما لا مفرد هون The gross Eltern يعني الأجداد الأوائل كيف يعني؟ أهلن لأجدّة لسه أنا عندي نانا وجد ونانا وجد من الطرف الثاني أهلن لسه لنانتي وجدّة اسمهم The gross Eltern The gross Eltern أو يعني القديم الغارق الضارب في القدم The gross Eltern إذن من ضيف لكلمة حرف الو وحرف الر والأجداد والأجداد لسه أهلن الأجداد يعني أجدّادي القدامة أو الأوائل إذن هو جيل أقدم أو جيل لفوق أكتر الآن ننزل بالقائمة لتحت الآن ننزل للأبناء عندي المفردة Their zone يعني الإبن Their zone اسم مذكر مفرد The zone جمع الأبناء جمعناها بإضافة حرفين للأملاوت ما صار عنا هون الأملاوت للحرف الصوتي The zone إذن Their zone الأبن Singular The zone الأبناء The zone تلفظ مثل حرف الخاء في اللغة العربية مثل اسمي أنا خالد منقول The zone الأبن يعني البنت My zone يعني بنتي The zone The zone يعني البنات جمع الأبناء يعني جمع المفرد هون The zone The zone The zone شوفوا هون اللفظ دعوا فيه هلا هون في المفرد لفظتها كحرف الخاء في اللغة العربية The zone The zone أما هون لفظتها مثل حرف الشين تقريبا The zone The zone The zone The zone The zone The zone إذن في اللفظ اختلف صحيح عندي اختلاف كبير بين المفرد وبين الجمع The zone The zone الأبناء The zone يعني البنات بناتي مثلا بناتي إذن في فرق باللفظ هاي هون دقوا عليها كمان مهمة جدا هالمعلومة طيب ننتقل كمان هلا المفردات البعدة The zone يعني الحفيد The zone الأحفاد لاحظوا هون الجمع تم بعدم إضافة أي شيء يعني الكلمة ضلت على نفسها إذا بتدرك تذكروا أول دروس القواعد اللي تلقوا نعطيتكم أشكال الجمع من إحدى أشكال الجمع أن الكلمة بتضل نفسها كيف نميزهم عن بعضهم؟ من أداة التعريف The zone الحفيد الحفيد و The zone يعني الأحفاد من ميزهم من بعضهم من أداة التعريف وبالتالي تصريفاتهم كمان حسب الحالة العربية كيف بيجوا موقعهم بالجملة أو الحالة العربية بالجملة إذن كمان هالمفردتين مهمات الآن شوفوا ما هو المقصود فيهم لما بقول The uncle يعني الأحفاد بقصود فيهم الأحفاد الزكور والإنس الزكور والإنس الآن هون The uncle بس بحد ذاته يقصد فيها الحفيد الزكر الحفيد الزكر The uncle الأحفاد يقصد فيهم الأحفاد الزكور والإنس ولكن للتحديد أكتر عندي هالمفردات دا أنكل زون شوفوا قلت الأنكل الحفيد وأنكل زون يعني الإبن شوفناها فوق يعني الحفيد الزكر دا أنكل زون ودي أنكل زون الأحفاد الزكور برجع 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 مع الزون بتسوي Song ب composed زون فصارت الأحفاد الزكور دا أنكل زون هلا ذا أنكل كانت شوفوا ذا أنكل كانت يعني الولد الحفيد العفيد يعني الحفيد العفيد أخذناها بين The Ankle يعني الأحفاد وبين The Ankle Kindah دقوا بها الملاحظة وبها المعلومة الأنكل هديكي الحالة لما أنا بكون مثلاً جد عمري 90 سنة وحفيدي عمره 30 سنة مثلاً فحفيدي معه الطفل فأنا لما بحكي له لصديقي أنا شخص عمري 90 سنة عندي صديق كمان عمره 85 سنة ماذا أقول له؟ بقول له أخذي عمري كمهندس يعني حفيدي يعمل كمهندس الذي أصدقه في هذه الحالة أن حفيدي ليس في سن الطفولة يعني هو ممكن يكون شخص بالغ بس علاقتي فيه عائلياً هي علاقة جد وحفيدي الذي أصدقه أنه هو الجيل الثاني بعد يعني ليس أولادي وإنما أحفادي أما لما بذكر كلمة كنت يعني هي الطفل أو الولد فأنا بأصد أنه حفيدي لساعته طفل لساعته عمره سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة فأنا هون بأصد فيه أنه حفيدي لساعته طفل يعني لما بقول له شخص من أنك الكند يعني أحفادي زاروني مبارحة ولما بأصد أحفادي بأصد أنه أحفادي بكون عبعطي معلومة إضافية أقول أنه أحفادي لساعته أطفال يعني صغار في السن أما لما بقول إنكل بشكل مجرد فأنا عبترك المجال مفتوح ممكن يكونوا بالغين راجدين طبعاً ممكن أقول عنهم كمان إنكل إذا كانوا أطفال ولكن هون تحديداً بيصير فقط أنه بأصد فيه أنه أحفادي كمان أطفال كتير دعوا بها الملاحظة دس إنكل كند الولد الحفيد ودي إنكل كند الأولاد الأحفاد يعني الجمع هاي المفرد وهاي الجمع طبعاً هون الإنكل كند هو المذكر والمؤنس والإنكل كند هون الجمع سواء جمع الزكور أو الإناس أو إذا كانوا مختلطين هاي المفردات المهمة اليوم في الدرس البعض وطبعاً رح أتابع العمات والعمام وهذه الأشياء هاي كمان طبعاً رح أرجع أذكر لكم هون صرتوا بتعرفوها كاتب لكم هاي بخط كبير كمان ممكن تدرسوها وتكتبوها رح أعاد لكم اللفظ اللفظ مشان أدقوه فيه دي فاميليان متكليدا دي فاميليان متكليدا أفراد العائلة دي منش دي منش دي منشن دي منشن دي منشن Der Vater, die Väter, die Mutter, die Mütter, die Eltern, der Großvater, der Großvater, die Großväter, der Opa, die Opas, die Opas, die Großmutter, die Großmütter, die Oma, die Oma, die Omas, die Großeltern, die Großeltern, die Urgroßeltern, der Sohn, die Sohne, die Söhne, die Tochter, die Töchter, die Tochter, die Töchter, der Enkel, die Enkel, der Enkel, die Enkel, Der Enkelsohn, der Enkelsohn, die Enkelsohne, die Enkelsohne, Das Enkelkind, das Enkelkind, die Enkelkinder, die Enkelkinder, Das sind die Lufz und die M bike toren. Das ist ein wesentlicher Wichtiges. Die Philippe und Dein Andersen haben die Usingen, in unsere eigenen zu machen, als wirकern, die Bbew um die Erwander, wir verwenden uns sehr viel, die M bikeern und Autos sind, das ist auch ein wesentlicher Wichtiges, von der Engelschans, die in die Mike und die M lembunden, die Gitarben haben, mit der Kruip und danken, um diese Lufze zu fühlen, das Sie im Mitbinden stecken, in der heutigen Sprechung. القادم رح نتابع كمان الجزء التاني ونشوف كمان العمام والاخوة الأولاد العم وبعض العلاقات العائلية التانية كمان رح أشرح لكمها في اللغة الألمانية طبعا هالمفردات للحفظ كتابة ولفظا كتير مهمة بتمنى الدرس يكون عجبكم طبعا هون رح نتابع في قسم المفردات بتمنى إذا عجبكم الدرس تحطوا لايك على الدرس على اليوتيوب وتعملوا اشتراك في القناة كمان مشان تصلكم الإشارات لما برفع دروس جديدة خاصة في الأقسام المختلفة أن نشتغل بأكثر من قسم وتحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في الدرس القادم